بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة سي رحلية مروكية الشرعية اليهارته هنتكلم على رموز من الرموز اللي بتبشر بقدوم السعادة هنتكلم على رموز بتبشر بفرحة بسعادة بتحقيق امنيات هنحاول نجمع اكبر قدر من الرموز المبشرة او الرموز اللي بتحمل المعاني دي اول رمز او اول رؤية هو رؤية المشروبات الغازية رؤية المشروبات الغازية في المنام من الرموز اللي بتبشر الرأي بالحظ السعيد كمان من الرموز اللي بتبشره بتحقيق هدف بتحقيق تموح بتحقيق امنيات كان بيتمناها المشروبات الغازية كمان من الرموز اللي بتدل على النجاح كمان من الرموز اللي بتبشر الشخص بحصوله على رزق وعلى مال وعلى رزق كتير كمان تحقيقه لتموح من الرموز برضو اللي بتدل على راحة للرأي يمكن راحة وسعادة لو كانت امرأة متزوجة من الرموز اللي بتدل على سعادة لها في بيتها او في حياتها الزوجية. كمان لما يشوف الشخص انه بيشرب كمية من المشروبات الغذية فمعنى كده انه هيحصل على اكتر من فرصة والفرصة دي هتعود عليه بالمنفعة وهتعود عليه بتحقيق امنية او بتحقيق هدف. كمان شرب المياه الغذية برضو من الرموز لو كانت امرأة متزوجة فبيكون بشارة لها بتحقيق طموح وكمان بقدوم رزق قوي رزق كتير. الرؤية التانية او الرمز التاني هي رؤية الحنة. رؤية الحنة بشكل عام لما يشوف الشخص انه بيحط حنة في ايده ويشوف انها بيشكلها جميل فمن الرموز اللي بيضل على فرحة وعلى زعادة وعلى زوال الهموم. آآ كمان الحنة من الرموز اللي بتبشر الشخص بالزواج لو كان لو كانت فتاعة سباق فبشارة لها بالزواج والزواج آآ من آآ شخص صالح. كمان الحنة اللي على الشعر برضو من الرموز اللي بيضل على صلاح آآ احوال الرأي. لو كانت امرأة متزوجة وشافت ان هي بتحط حنة فمن الرموز برضو اللي بتضل على سعادة زوجية. آآ لما تشوف برضو آآ آآ المرأة الحامل ان هي بتحط حنة فيكون بشارة لها بولادة سهلة وميسرة وكمان ولادة بدون تعب وبدون آآ مشقة. آآ الحنة كمان من الرموز اللي آآ لما تشوف المرأة ان هي بتحط حنة على شعرها ولو كانت متزوجة فبيكون آآ بشارة ليها بالحمل. ويمكن الحمل آآ كمان لو كانت امرأة متأخرة في الحمل او آآ منتظرة حمل من فترة فمن الرموز اللي بتبشرها بكدوم الحمل. آآ كمان الرجل اللي ما يشوف ان هو بيحني آآ شعره فبرضو من الرموز اللي بتضل على سعادة وعلى اخبار آآ مفرحة وكمان على تيسير في حاله وتحسن في معيشته بشكل عام. آآ كمان لما يشوف ان هو بيحني لحيته فمن الرؤى اللي بتضل على ان هو بيتبع آآ الثنة. كمان آآ آآ لما يشوف الشخص انه بيحني آآ اللحية والشعر فمن الرموز اللي بتضل على منصب هو هيحصل عليه في القريب. آآ بشارة انك تكون الحنة شكلها حلو ما تكونش آآ سيئة. كمان نقش الحنة على الايد للفتاة العزبية بشارة بالزواج. وكمان بشارة باخبار آآ سارة. آآ ممكن تكون الاخبار دي هي منتظراها او الخبر ده هت هتفرح له. آآ كمان لما يشوف الشخص انه بيحني ايده فبرضو من الرموز اللي آآ بتبشر الشخص بزواء الهموم وخصوصا لما يشوف ان الحنة آآ النقش بتاعها كان شكله حلو. الرمز اللي بعد كده او الرمز التالت هو آآ رؤية طائر البلبل. آآ رؤية آآ طائر البلبل في المنام من الرموز برضو اللي بتضل على سعادة وعلى آآ رفاهية وعلى تحسن في مستوى المعيشة الخاصة بالرأي. كمان من الرموز اللي بتضل على زرية صلحة. آآ من الرموز برضو رؤية البلبل اللونه آآ 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 بيكون من الرموز اللي بتضل على سماع خبر صار. آآ كمان سماع الصوت البلبل من الرموز اللي بتضل على سكينة وعلى هدوء وعلى آآ سعادة. لما يشوف الشخص انه بيسطاد البلبل. آآ رؤية ان هو بيسطاد البلبل فمن الرموز اللي آآ بتبشره بمال ومال حلال هو هيحصل عليه. كمان بشرب كدوم آآ رزق ورزق واسع. بسماع وخبر آآ سعيد. آآ كمان من الرموز اللي بتبشره بحظ آآ سعيد. وكمان بتحقيق آآ نجاح. بوصوله لهدف. بوصوله طموح كان بيسع وكان مخطط آآ ليه. آآ رؤية البلبل الكتير في المنام من الرموز اللي بتقول على حصوله على مال. ومال كتير ممكن يكون المال ده هيجي من وراء آآ عمل. او من آآ وراء آآ مراس. كمان البلبل الكتير بشهرة بالتفوق وبالنجاح وبتحقيق انجازات سواء في الدراسة ولو كان هو لسه بيدرس او في آآ عمله. آآ برضو البلبل من الرموز اللي بتشير لرجل ورجل آآ مددين. كمان بيكون آآ بشهرة بصلاح احوال آآ بشكل عام. البلبل كمان آآ لما يشوف الشخص البلبل فمن الرموز اللي بيطلع على مكانها هيحصل عليها آآ في آآ عمله. آآ برضو اللي ما يشوف الشخص انه ماسك آآ بلبل فيه ايده فبردو ده آآ منصب آآ كمان تحقيقه آآ ارباح وتحقيقه آآ مكاسب. آآ دول كده كانت اهم الرموز اللي له احنا آآ شوفناها في المنام فنبشر آآ بسعادة نبشر بفرحة آآ نبشر بآآ قدوم رزق كمان آآ بتحقيق آآ امنيات وبتحقيق اهداف احنا كنا بنتمناها او كنا بناس عليها. آآ بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي آآ سؤال او استفسار اكتبوا لي تحت. وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلام. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة